بما أن احنا بنقول مازلنا مع قمة المناخ وزي ما شفتم يمكن على مدار الخمسة أيام كمية القادة والزعماء اللي كانوا موجودين سواء بالحضور في الجلسات أو بالكلمات أو حتى في اللقاءات الثنائية اللي كانت مع السيد الرئيس وأيضا وعدد من الزعماء كلها كانت لقاءات عمل كلها كانت لقاءات بتمثل علاقات ثنائية وتبادل ولقاءات كثيرة مختلفة اليوم استقبل السيد الرئيس أيضا عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ السيدة نانسي بلوسي رئيسة مجلس أنواب الأمريكي والوفد المرافق لها وذلك كان على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27 هنأت بلوسي الرئيس السيسي على التنظيم المتميز لقمة المناخ من قبل مصر وأيضا ثمنت على عمق التعاون المشترك بين البلدين والأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر كما أكدت بلوسي على التقدير لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها طبعا زي ما انتم شايفين الصورة كمان بتبين حرارة اللقاء دايما خدوا بالكم ان الصور بتبين كمان مش بس الحديث ولكن في كثير من الصور مع الرئيس سيد الرئيس ومع عدد من الزعماء مش محتاج تعرف العلاقة شكلها ايه بيبان حرارة العلاقة وبيبان القوة عاملة ازاي اللقاء كمان مع السيدة نانسي بلوسي شهد حرارة يعني اللقاء وحوار مفتوح مع السيد الرئيس وأعضاء الوفد الأمريكي حيث حرس أعضاء الوفد على الاستماع وأيضا التقدير للسيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية على رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية في مصر فضلا عن تطورات مختلفة وخاصة في الأزمات القائمة في المنطقة مقدمتها طبعا الأزمات وأيضا الموجودة في ليبيا اليمن سوريا وأيضا في يعني ما تبذل مصر من موجود كبيرة وحثيثة للتوصل لتسويات سياسية في هذه القضايا أكد أيضا السيد الرئيس أن حل هذه القضايا تمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة وذلك بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسستها وحكومتها المركزية وأيضا الجيوش الوطنية وردا على استفسار بعض الأعضاء من الوفد الشرح السيد الرئيس الوضع الراهن لقضية سد النهضة طبعا إحنا عارفين ومتابعين والعالم متابع وأكد سيادته على الموقف الثابت على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد وكذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري واضح جدا كان هذا اللقاء شمل العديد من القضايا والكلام على العديد من القضايا